الناس يتكلم عن الاسمارات الاماراتية في مصر ورأس الحكمة وغيره اهو 51 مليار اسمار الامارات في تركيا اعتبارا من نهاية الثالثة واشد 51 مليار دولار اسمارات امارات في تركيا لا سمعنا حزب معارض في تركيا طلع قال دول بيبيعوا البلد ولا سمعنا حد من المعارضين الاشداء لاردوغان طلع قال والله ده الرجل ده بيعمل كذب كل الناس فهمين يعني ايه دولة وفهمين يعني ايه اسمار وفهمين يعني ايه جذب اسمار ده نجاح وانشهادة بتمثل ورقة رابحة عند اردوغان في سجلاته السياسية داخل تركيا انه استطاع جذب 51 مليار دولار استثمارات اماراتية في تركيا اهو حاجة غريبة جدا ده فيه الامارات بتستحوز عن 77% من اجمال استثمارات الخليج في امريكا اللاتينية وبعدين يجي واحد يقولك واحد اسمه جمال سلطان برضو ده احد ده ده الابن البكر الابو جهل جمال سلطان ده الابن البكري لابي جهل بيقول جايب كلام الدكتور مصطفى مدبولي في الشروع هات يا ابن الخبر لا يوجد اي بند في العقد مشروع رأس الحكمة يمس السيادة المصرية وكل البنود تخضع للقوانين المصرية ده الدكتور مصطفى مدبولي قال هذا الكلام اهو قال لا يوجد اي بند في العقد في مشروع رأس الحكمة يمس السيادة المصرية ده كلام بيقوله رئيس الحكومة المصرية وعلى عارفينه ومتأكدين ووثقين منه ومش بحتاجين الذكر يقوم حفيد ابو جهل يقول ايه يقول امنت بالله طالما انت ترى شايف الناس بتشك فيك في كل ما يتصب العقد وتتهمه وتتهمكم فيك اهو ده صاحبنا ده الكاتب ده لازم يا جماعة الناس ترد عليه بيقول امنت بالله وكذا وكذا ورغم بيقول لك ايه لماذا لا تنشرون نص العقد على الناس بدلا من الدفاع المتولد ده مين ده بزمتكو يا جماعة ده واحد بيفهم والله العظيم ده ده لسه ماتفطانش ده شاكله لسه ماسك بزازة ولا حاجة اللي هي ده رئيس تحرير ده الصحة فيه بيقول لرئيس الحكومة المصرية انشروا العقل الراجل ده ارى قبل كده حاجة غير كتاب كتاب الموات اللي كمع بتاع السنة ستة كدائي الراجل ده انا هتحدى كو قراء كتابه هذا الجاهل اللي بيقول انشور العقد في انا عرفه في انا دولة في العالم بيتم نشروا عقود الستثمار الراجل ده بيفهم يا جماعة هنشر العقود هنشر العقود هو انت شفت قاعد انت هو قاعد في ندايا ده قاعد في تركيا والقاعد في فلندن يعني شفت انت شركة من الشركات بتنشر العقود بتاع حول العقود ده تبقى محاطة بيه قدر من الضبط والربط والسرية ده اسرار شركات الحكومة المصرية اللي راجعت وكوادرها ولجانها وقانونيها وكل الجهات الفاعلة في الدولة ما تراجع بتراجع وبتمضي باسم الدولة المصرية مش مستنين فسل زيك يطلع يقول انه العقد اطلع رد احنا مش شغلتنا ان احنا نقنع المتخلفين ولا شغلتنا ان احنا نحاول نرد على تساؤل المشاككين اللي زي حضرتك وامثالك الموجودين برا مصر مالهمش حق يتكلموا على حاجة بتحصل في مصر انتو هاربين من احكام قضائية وانتو تابعين لجماعة ارهابية ليس من حقكم التحدث في شأن مصري فمصر وشؤونها قاصرة على المصريين الشرفاء في الداخل فقط